الوعي الموجود عند الطلبة التعنى وعند الجمعيات الموجودة عندنا عندهم وعي كبير جداً احنا حقرينهم محمد احنا نعتقد بأنه فقط احنا لنعرفه وفقط احنا لنقدره نسائع على الجيل الجديد ناس تقدر ونسعرف وعندها كفاءات وقدرات كبيرة انا تعلمت كثير من اشياء لما خرجت محمد خرجت من الزائر تأكد بانني لم اكن اعرف شيئاً عن هذه الحياة كنت مغلقاً من السابع صباحاً العشرة مساء في مؤسسة التلفزيون الجزائري في عالم ضيق لا اقدر حتى على قراعة الجرائد لكن اكتشفت اليوم لما زرت العالم وشفت جزائريين وشفت ناس كيف تشتغل اكتشفت كم نحن ظلم وكم ظلمنا هذا البلد استطعت رؤية البلاد من الخارج يعني زاوية اخرى رؤية ما يفعله الخارج رؤية ايضاً ما يفعله الناس ببلدانهم انا لا تحدث خصيصاً على قطر اتحدث عن الخليج اتحدث عن اوروبا اتحدث عن الجزائريين الموجودين في اوروبا كم هم ناجحين ما عندوش مستوى ما عندوش مستوى تلقاه في فرانكفورت في المطار موظف يشتغل من السابعة صباحاً إلى سابعة مساءاً متزوج بألمانيا حشانك تخسله رجليه من اعماق الجزائر من تيارت من سيد اسمه لكن لما تشوف حكايته وتشوفه الوضع اللي يعيش فيه تبكي فرحاً وتبكي اعتزازاً وافتخاراً بجزائري لو بقي في تيارت وتبكي حزناً أيضاً على أن طاقات مثل هذه تدفع دفعاً إلى الهجرة يعني نقول لك مواطن عادي جداً يعرف الحمد لله يقوله الله يعرف يحب الجزائر بطريقته موظف ومخلص ومتزوج بألمانيا ودخله في الإسلام وتخسله رجليه وعايش حياة كريمة معززة هلو الجزائري واش يقدر يعمل لكن كتفتوهم عملت عليهم وصايا نعم نعم